لم يعرف التاريخ له مثيلة يقول الحسن البصري رحمه الله أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إن الليلة والنهار يعملان فيك يعملان فيك فاعمل فيهما وكانوا يجتهدون في اغتنام الوقت بحيث لا يمر الوقت لا يمر يوم لا يستفيدنا منه زيادة في الإيمان ونموا في العمل الصالح وقال ابن سعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي ومن أقوال الفاروق عمر بن الخطاف رضي الله عنه إني لأكره أن أرى أحدكم سبهل لا لا هو في عمل دنيا ولا هو في عمل آخرة أيها الأحباب الكرام أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات الوقت سريع الزوال وهو رأس مال الإنسان الحقيقي ومن المؤسف أن كثيرا من الناس يضيعون أوقاتهم إلى حد التبذير والتبديد وهذه من أخطر الجرائم وأشدهافتكم بالأفراد والمجتمعات وهذا التبديد وراء كل مشكلة وسبب كل معضلة ألا فليتق الله من يعمرون مجالس لهوي الخاوية التي لا فائدة فيها ومجتمعات القيل والقال لاهين عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة غافلين عن حقوق الله وحقوق عباد الله يبددون الأوقات في الأسواق والطرقات والمقاهي والملاهي وعلى الشرفات وغيرها ويهدرون ساعات ليلهم بالسهر على الشاشات والقنوات والفضائيات والمنكرات في الأنترنت والوسائل الاتصالات وغيرها فما هو جوابهم حين العرض على سؤال الجبار جل جلاله سبحانه وتعالى عن ضياع قوة الشباب وتبديد الأعمار في السيئات حين يتمنون العودة ليعملوا ولو حسنة واحدة في هذه الدنيا ولكن هيهات يقول مولانا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إن مشكلة الفراغي والبطالة المقصودة وغير المقصودة مشكلة خطيرة في المجتمع تسببت في حدوث الفساد والجرائم والمشكلات لا سيما إذا اجتمع مع الفراغي الشباب والجاه والسلطة والمال والجهل فمن الذي أوقع كثيرا من الناس في حبائل الشيطان وفي خاخ أعداء الرحمن وخصوصا الشباب منهم الشابات وزين لهم المتعة الحرام من الزين والفجور والظلم والمخدرات والخمور إلا الفراغ والبطالة إن أهم الأسباب والعوامل لهذه المشكلة ضعف الوازع الديني والرادع الإيماني في نفوس هؤلاء الفارغين وعدم الخوف من الله تعالى ومراقبته والتورط مع قرناء السوء ورفاق الشر والفساد وكذلك إهمال الأبوين للأسرة وكذلك الفراغ القلبي والخواء الروحي حيث لم تعمر كثير من القلوب بالطاعة وترباء هؤلاء لم يتربوا على الدين وتحيى لك تحيى الأرواح بالأعمال الصالحة وهناك الفراغ العقلي بخمول الفكر حيث لم تملأ بالوعي والعلم والمعرفة والنظر والتأمل والابتكار والاختراع فيما يوافق شرع الله جل وعلا وهناك الفراغ النفسي فإن النفس إن لم تشغلها بالحق تشغلها بالحق وبالخير شغلتك بالباطل وقد قال سبحانه وتعالى عنها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وكما قال سبحانه لنبيه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغت سبحانه وتعالى عنها